اشتركوا في القناة الكبح التضخم وقناة امريكية تقطع البث لتقديم جرعة باردة من الواقع زابوروجي القوات الاوكرانية تستعد للهجوم على المحطة النووية وسائل اعلام بلدان البلقان تدعو اردوغان لبحث امدادات الغاز مع فوتين مجلة امريكية اوكرانيا دولة فاشلة بشكل مزمن الخارجية الروسية الاتحاد الاوروبي يحاول اخراج روسيا من منطقة ما وراء القوقازي البيت الابيض روسيا تمتلك قوات ضخمة تستطيع استخدامها في اوكرانيا وخارجها واشنطن لا تملك ادلة على استخدام روسيا مسيرات ايرانية في اوكرانيا القوات الروسية تحبط هجوما لقوات كيف على قرية شورفو واشنطن تنفي ممارستها اي انشطة عسكرية في المختبرات البيولوجية الاوكرانية المفاوضية الاوروبية الاجراءات الجديدة في اوروبا ستسمح بتوجيه دخل اضافي للمحتجين البيت الابيض يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لاوكرانيا البنتغون يؤكد استمرار الحوار مع كيف حول انواع الاسلحة المطلوبة القوات الفضائية الامريكية قلقة ازاء تعزيز روسيا قدراتها الفضائية العسكرية بلومبيردي الولايات المتحدة قد تجدد احتياطيات النفط الاستراتيجية بسعر حوالي ثمانون دولارا للبرميل بوتين شولتس روسيا مورد موثوق للطاقة وانقطاعات الغاز سببها العقوبات انخفاض البورصات متأثر بتباطئ اقل من المتوقع للتضخم الامريكي كيف تعرب عن خيبة املها في المانيا وزير الخارجية الايطالي حكومات اوروبية تعرقل مفاوضات سقف اسعار الغاز خبير عسكري يوضح تداعيات منح كيف ضمانات امنية غربية بوتين وشولتس يبحثان الازمة الاوكرانية في مكالمة كانت الاولى منذ ثلاثة اشهر واستمرت ساعة ونصف مادفيديف يحذر من خروج العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا عن حدودها المرئية الاتحاد الاوروبي يحث كيف على التفاوض مع روسيا باقرب وقت ممكن بايدن يطمئن الامريكيين بخصوص ارتفاع الاسعار رئيس النمسا يحث مواطنيه على توفير الكهرباء باقصى قدر ممكن قمع تخنة منبعثة من الارض بريطانيون يتحدثون عن المذنبي في الدفع بالبلاد الى حضيد العوزي اشتركوا في القناة